السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمسي طيبة للجميع في هذا التسجيل سنتكلم عنا عن أولئك المتذمرين أولئك الذين يسرقون طاقتنا دون أن نشعر أولئك الذين إذا صادفتهم في الطريق امتص طاقتك الإيجابية دون أن تشعر أولئك الذين إذا تحدثت معهم أو جالستهم أكثر من الشكوى والتذمر وعدم الرضا بكل شيء فأولئك هم من الناس الذين لا يعجبهم العجب الذين لا يعجبهم التقس إن كان منشمسا أو إن كان منترا لا يعجبهم حديث الغير إن كان إيجابيا أو غير ذلك لا يعجبهم الإمام إذا خطب في المسجد لا يعجبهم السياسي إذا خطب في حزبه لا يعجبهم قرارات حتى العالمية منها يناقشونها بأسلوب سلبي وكأنهم هم فقط من يدركون كل شيء أولئك الناس الذين لا يرون جميلا في شيء لا يرون الجهة الجمالية للحياة فالحياة مهما نغسطنا ظروفها ومهما قلبتنا أيامها ومهما شعرنا فيها من الظلم والتعدي على الحقوق إلى أن جانبها الآخر يحوي كثيرا من الرحمة كثيرا من السلام كثيرا من الحب كثيرا من الأمل والتفاؤل ذلك الجانب مع الأسف لا تدركه هذه الفئة التي نتحدث عنها اليوم الفئة التي تتذمر من كل شيء فالجانب الإيجابي والجانب الجيد من الحياة لأن الحياة جبلت على التوازن في كل شيء التوازن بين الخير والشر التوازن بين الأبيض والأسود التوازن حتى في النفس الذي نتنفسه بين الزفير الشهيق والزفير فإخوتي لا تتذمروا فالحياة جميلة جدا رغم كل منغصاتها فتلك العراقيل صدقوني سنتذكرها يوما ما ونضحك نضحك كثيرا لأننا حزنا لأجلها في يوم سابق احمدوا الله احمدوا الله على النعم التي بين يديكم فغيركم يتمنى القليل القليل منها غيركم لا يملكوا لقمة تكفيه أو سكنا يأويه أو مترا من القماشي يسطر جسده احمدوا الله غيركم يعاني في المستشفيات غيركم محروم من الصحة محروم من البصر أو السمع أو المشي أو الكلام غيركم يعاني الويلات من الأمراض لا إله إلا الله أكثر من الحمد تذكروا كل نعم الله عليكم ستنتهي كل الشكاوي وينتهي كل تذمر انظروا إلى الحياة من خلال النافذة التي يخرج منها الزهر مثل هذه النافذة حتى وإن كانت فيها بعض العنكبوت أو الأشواك إلا أن الغروض جملتها ترجمة نانسي قنقر